محاكمة أربعة مديرين بالشركة بعد تورطهم في أكبر فضيحة هل انتهى عصر فولكسفاجن؟ يسعدني أكون معاكم أنا رائد حاكم أهلا بكم بدأت إحدى محاكم مدينة براونشفيج في ألمانيا محاكمة أربع مديرين سابقين في شركة صناعة السيارات الألمانية فولكسفاجن بسبب دورهم في فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات ملايين السيارات اللي بتعمل بمحركات ديزل من إنتاج الشركة من بين الاتهامات اللي بيواجهها المديرين الأربعة هي الاحتيال التجاري والجماعي من خلال استخدام برامج كمبيوتر للتلاعب في نتائج اختبارات معدل العوادم في ملايين السيارات وده بيقل الكمية أكسيد النيتروجين المنبعثة من السيارة أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء سير السيارة على الطريق في ظروف التشغيل المعتادة وقبل بداية المحاكمة أصدر القسم الجنائي في محكمة براونشفيج حكم بأن الإجراءات ضد مارتن فينتر كورن الرئيس التنفيذي السابق لشركة فولكسفاجن هتتم من خلال جلسة استماع وقرار ممفصلين مارتن فينتر كورن البالغ من العمر 74 عام بيعاني من مشكلات صحية بعد خضوعه لعملية جراحية وقدم مكتب الادعاء العام الألماني استئناف على قرار فصل إجراءات محاكمته عن محاكمة باقي المتهمين في القضية فولكسفاجن اعترفت في شهر سبتمبر سنة 2015 للسلطات الأمريكية باستخدام برنامج كمبيوتر معقد للتلاعب في نتائج اختبارات عوادم سيارات الديزل اللي بتنتجها وده أكبرها على سداد تعويضات بعشرات المليارات من الدولارات وحكمت المحكمة الاتحادية قبل كام شهر بحق ملاك عربيات فولكسفاجن واللي بتعمل بالديزل واللي باعوا عربيتهم بعد فضيحة التلاعب بقيم العوادم في الحصول على تعويض من المجموعة العملاقة الألمانية وقالت المحكمة كمان أن الضرر وقع من وقت عملية الشراء بدون علم أن العربية مزودة بتكنولوجيا انبعاثات تم التلاعب بيها وأن الضرر مرحش بإعادة البيع وبحسب الحكم اللي صدر في صيف العام الجاري يجب حساب حجم الأضرار بخصم حصيلة البيع والكيلومترات اللي تم قطعها من سعر الشراء الأصلي وفولكسفاجن هي شركة صناعية ألمانية كبيرة أسسها حزب العمال الألماني سنة 1937 ومقرها فولفزبورج في ألمانيا وبتتبع مجموعة شركات فولكسفاجن اللي بتنتج إحدى السيارات الأكثر مبيعا وبتمثل الآن تالت أكبر منتج للسيارات في العالم بعد تيوتا وجنرال موتورز فولكسفاجن الألمانية معناها سيارة الشعب لأنه تم تطويرها أيام أدل في هتلر عشان تكون سيارة الشعب وهي كمان بتمتلك ملكية الشركة المصنعة لأسرع سيارة في العالم بوجاتي وسهمت الشركة الأم في نشر ثقافة السيارات من أيام الحرب العالمية التانية وكانت سيارة الشعب الأولى وأخذت فولكسفاجن الإسم على غرار التكاتف الشعبي وتصدرت إيرادات الشركة في محافل كبيرة وده لنمو أعمالها على مستوى العالم وكانت خريطة الشركة الأم بتزيد في التوسع والتاريخ فولكسفاجن الممتد لأكتر من عقود من 8 عقود تقريبا شاف نجاحات كتير أهمها تجربة العربية بيتلز الشهيرة بالخنفسة واللي طرحت الشركة أول نسخة منها سنة 1961 بمحرك كان قوته 36 حصان وسعته 1200 سنتيمتر مكعب وبعت العربية لحد سنة 2002 بحوالي 21 مليون وحدة نشكر حضراتكم جدا على حسن المتابعة كنت معاكم أنا رائد حاكم في أمان الله